تحية طيب أصدقائي من عادتي أن لا أتحدث عن مواضيع خاصة بالطقوس التي يمارسها الناس ويعبرون فيها عن مؤتقداتهم وإيمانهم هذا الأمر كنت أتحاشى وما زلت لكنني هذه المرة سأحاول أن أقدم قراءتي لمشهد الطقوس التي تجري في العراق خاصة في أيام عشراء وهي طقوس تستمر لمدة عشرة أيام متواصلة يمارس في الناس طقوس وشعائر خاصة طبعا بالتأكيد أنا كما قلت ليس من السهل أن نخذ هذه الطقوس الخاصة بالمجتمع وهي منطقة حساسة بشكل عام لكن هذا الموضوع أنا الآن أتناوله ليس بهدف توجيه نقد أو محاولة التعبير عن احتجاج أو انزعاج من شيء معين لكن على العكس تماما نوعا ما أبرر أو أحاول أتفهم هذه الطقوس والطريقة التي تتطور بها والتي أجد أنها تعبر عن شيء عميق داخل نفوس هذه الشعوب فكونوا مع أصدقائي وسأحاول أن أقدم لكم الآن نبذة عن قضايا أساسية التي سأتحدث عنها السؤال الأساسي الذي سأطرحه وهو هل أن هذه الطقوس الموجودة وخاصة الطقوس الشعية هل هي طقوس فعلا وهل هي طقوس دينية كما نعرف هناك أنواع من الطقوس ليس كل الطقوس هي مرتبطة بالدين فالتساؤل هل هي طقوس دينية فعلا أمن علينا أن نصفها بشيء آخر مختلف الموضوع الثاني الذي سأشير له وهو مسألة تفريغ الذاكرة وإعادة ملئها وهذا إلى علاقة بتطورات الأمور بعد الاحتلال الأمريكي وأسخاص الدامسين سنة 2003 بعد ذلك سأتحدث عن الحداثة العكسية وسوضح هذا المفهوم في حينه أيضا سأتساءل هل هناك مظلومية للشيعة كما هو معروف هناك مظلومية للشيعة لكن هل انتهت هذه المظلومية وهل أن الطقوس القديمة كانت لها علاقة بهذه المظلومية أيضا سأتطرق للموضوع كتب فيه الكثير وهو حول الشكاوى التي يعانيها عدد كبير من الناس بسبب هذه الطقوس والشعار التي تستغل أو تستثمر المجال العام وتفرض حضورها على الجميع بحيث يعني تعطن الأعمال وتقطع الطرق وما إلى ذلك بعد ذلك سأتساءل فيها لأننا بحاجة إلى نشر ثقافة نقدية كنوا مع أصدقائي وهذه الحلقة الخاصة حول الطقوس الشيعية بعد الاحتلال الأمريكي للإراق عام 2003 أصبح الإراق الساحة المفتوحة لكل المناسبات لكن هذه المناسبات لم تكن مناسبات بالطريقة الحديثة أو إنما مناسبات احتفل فيها الشيع خاصة بالأيام الزيارات للمراقض المقدسة وأيضا بالاحتفالات الدينية المختلفة هذا أدى لأن يصبح البلد تب بامتياز بلد العطلات يقال أنه الآن أيام العطل في العراق سنويا بدأت توازي عدد أيام العمل أو الدواب الرسمي طبعا بالإضافة لأيام الحر أحيانا تعلن أيام عطلة وأيام المطر أحيانا أيام عطلة رسمية طبعا الطقوس الموجودة خاصة راح نشوف مشاهد من أتهى هذه الطقوس كما رأينا في صفحات الفيسبوك هناك نقد لها من قبل عدد من المتقفين والمتابعين على التواصل الاجتماعي بشكل عام نقد على استحياء لكن هذا النقد هو يتعلق بممارسات من بعض المحتفلين أو الذين يمارسون هذا الطقوس ويجدون أن هناك تجاوز على الحق العام من قبل هؤلاء وهؤلاء لديهم رغبة بأن يردون على هذه الاتهامات بطريقة أيضا فيها نوع من العنف والصدامية كنت أشاهد هذا الأشياء أتابع أحيانا لديت أيضا لدي رغبة بانتقاد هذه المسألة لكن قلت أفكر بشكل أعمق وحاولت أن أقاوم هذه الرغبة وبعد ذلك اكتشفت أن هذا ليس من حق يعني لا يجوز أن نحكم عقلنا في كل شيء هذا فيه تبجح كثير وللناس أن يمارسوا ما يحبون وما يعتقدون كما يشاءون المهم بشكل عام أن لا يتأثر غير المعانين بالموضوع طبعا أنا أرى بأن الطقوس الدينية في الأراء وأيضا بعض مناطق الدول الشرق يعني خاصة في جنوب لبنان أعتقد بعضها في إيران أيضا بعضها في أفغانستان أو باكستان هذه المظاهر أعزوها إلى غياب مظاهر الحضارة من مسرح وفن وموسيقى ورقص وأدب التي بالأصل تطورت من احتفالات البشرية البداية الآن أصبحت الطقوس الدينية كما يبدو نوعا من الحل للتعويض عن هذا الغياب ماذا أقصد؟ أقصد بأن الطقوس البداية قبل الديانات التوحيدية وقبل حتى بزوء التاريخ كانت هناك احتفالات عفوية مماثلة لاحتفالات التي تحدث حاليا بشكل ما لكن تطورت هذه الأمور وأصبحت هناك أنواع من الفنون مثلا هناك مسرح من فكرة وجود جماعة يستعرضون ويعيدون تبثيل حكاية أسطورية معينة وخاصة في المعابد والمراقد والأماكن المقدسة تصير هناك أناس يشتركون في فئة التمثيلي بداي لكن بعد ذلك بدأت الأمور تتطور وبدأت أنواع الفنون تنفرز وتتخصص يعني يصبح هناك لدينا هناك مسرح هناك غناء هناك موسيقى هناك رقص هناك شعر وأدب وما إلى ذلك فهذه كلها بالأصلية تطورت وتخصصت من احتفالات بشرية بداية قديمة هذه المظاهر في عالم المدني أو الدولة الحديثة أصبحت هناك مؤسسات متخصصة في رعاية هذه النشاطات الإنسانية لكن بعد سقوط صدام بدأت تخذ في مظاهر الحضارة مظاهر المدنية بشكل عام في مدنة تقريبا مثل مفرغة من المحتوى ومفرغة من النشاطات التي يعبر فيها الإنسان عن نفسه ورغباته ورغبت بأن يعبر عن طريق الفين الرسم عنواع الفنون المختلفة أصبح يحاول أن يعبر عن هذه المسألة لكن جرى تصحير أو تجريف كل مظاهر الثقافة والتحضر المعاصرة فكان البديل الوحيد هو انتشار التقوص الدينية اللي هي أصلا كانت موجودة لكن لأن الباب مفتوح على مصر عائلها انتشرت بشكل واسع جدا وأصبحت نوعا من الحل التعويض عن هذا الغياب لمظاهر الحضارة والثقافة وهو يدل أيضا أن انتشار هذه المظاهر كما أشرت نوعا ما إلى رغبة الدين المؤسساتي أو الدين الذي يشرف على المؤسسات يعني المؤسسات حتى الدولة تقريبا أصبحت تديها رغبة في السيطرة على الناس والتحكم بأمرهم أمر يضر بالدين نفسه بدلا من أن ينفعه وهذا بدأت مظاهر هذا الأمر تتضح كثيرا فما ننشاهده من طقوس شيعية في الحقيقة هي ليست كذلك في رأيي هي النوع من الدراما الاجتماعية اللي يلعب بها الأفراد أدوار محددة يعبرون بها عن مؤتقداتهم وقيمهم ورغباتهم وهواياتهم وكل ما هم محرومون منه ليس هدفي كما قلت الكلام عن الشيعة أو السنة طبعا هذا استيعابة أنا أعرف صعب على الأقول المستقطبة دينيا ومذهبيا وهؤلاء ينظرون للعالم بهذه الطريقة يا معي يا ضدي وأي كلام وأي نقد وأي شيء يعتبره ومساس به ويقول لك هذا خصوصيتي وهذه فأنا أدعو هؤلاء أن لا يدخلون للقناة أو يخرجون من أجل لأنها قناة تزعجهم وتزعجنا فالخطاب ليس موجهن لهم إنما مسألة حاول أن ناقشها بطريقة فكرية بدون حساسيات واللي عنده حساسي فهذا المكان غير مناسب على الإطلاق وغير مخصص له أصلا أنا كل هدفي هو أن أرصد ظاهرة جديدة تشمل الجميع وخاصة في مناطق مصر أيضا والعراق واللبنان وإيران ومناطق أخرى في هذه المنطقة وليقصده هو ظاهرة رصد ظاهرة ولادة نمط جديد من ردود الفعل الشعبية التي تتخذ غطاءا دينيا سلفيا أو أصوليا والتي تؤدي كل شيء حسب المطع المطلوب الرسمي من قبل رجال الدين أو طبقة الكهنوت المسيطرة هذا أنا رأيي أن هذا الرصد لهذه الظاهرة يشي بأنها بدأت تتطور بما لا ترغب به القيادات الدينية والمرجعية سواء كانت سنية أو الشعية الحسين سلام الله عليكم كل سنة عاش وراء وكل يوم واحد يعمل تعزب بيته وكذا بينكم بين الله بالمئة أديش اللي يعرف الحسين خارج بقع عاش وراء بس كربلاء كل حسين ما عاش نكربل كم يوم عاش بكربلاء حسين ثمانتيام وصل الكربلاء اليوم الثاني وستشهد يوم العاشر ما يصير الحسين نختصه أثمانتيام يقول الحسين عندما تشهد سبعة وخمسين سنة سوق حكمها السبعة وخمسين سنة ما هي سيرته ما هي أخلاقه ما هي مواعظه ما هي نصائحه من اللي يعرف ما حالة ولذا احنا الآن ما عندنا أي معلومات كيف كان الأئمة يفكرون كيف كان الأئمة يعظون كيف كان الأئمة يعيشون مع الناس كيف أوضاعهم وبيوتهم مع أولادهم مع زوجاتهم كيف أوضاعهم ما حتى بيعرف لأنه ما بيحكو لكم إلا حتى يبكوكم بس خلص ابكي بس أوعة ما فيه ابكي احب أهل البيت كيف بدي أحبهم شو الطريقة اللي أنا أفهم بها أهل البيت وإذا الإمام أحد الأئمة يمكن الإمام رضاء والأحيو أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا قالوا كيف نحيي أمركم بعض الناس يقولوا نحيي أمرهم للطب نحيي أمرهم نضرب حيدر على رسمة نعمل أيضا بالسلاسل والزناجيل هذه بعض والسنة شفنا بكربلة بالتلفزيونات نقلتها في جماعة قلعوا بكربلة موكب كلاب الحسين نحن كلاب الحسين يمشوا بحيث زحف على أربعة وعنوان والله إحنا أهل البيت فأهل البيت مش هيك أهل البيت يريدون للإنسان صح يواليهم ويعززهم بش موش يصير متخلف الله يريد للإنسان أن يكون عزيزا حتى في حزنه يريد وهذا ممكن يعني أنا رح أخصص هذا الرصد رح أخصص فقط للعراق وأترك المتغيرات جاء المتغيرات الدينية الاجتماعية والشعائرية أيضا في السعودية مثلا والعراق وإيران وحتى سوريا ومصر هذا أتركه لوقت آخر أو لأناس آخرين يتناولون هذا الموضوع وأكيد هناك من يتناوله أنا رأي أن التشار الظاهرة الدينية أو الصحوة كما يسمونها في مصر ولم تعد بالصورة التي كانت عليها قبل عشر سنوات وأرى بأنها بدأت تتغير جذريا ليس في صالح الخطاب الديني إنما في صالح الخطاب الشعبي وسنوضح هذا بنوع من التفصيل بعد قليل طبعا عندي رغبة بالنقد كما قلت ولكن اكتشفت بأن هذا التقوس هي بالحقيقة ليست التقوسا واضحنا فيها نوعا ما رسالة مختلفة مبدئيا ما هي التقوس حتى قبل أن نتوغل أكثر لا بد أن نحاول أن نعرف ما هي التقوس التقوس هي واحدة من التعريفات التي اختارتها تعريف قريف يقول بها التقوس هي شكل من أشكال التواصل الرمزي ويهدف إلى نقل المعرفة والمشاعر بين أفراد المجتمع وأنها تلعب أدوارا في تعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على التقاليد هذا الوصف أنه شكل مشكال التواصل الرمزي أرى بأن ما يجري هو في المجتمع العراقي خاصة الشيئي ونسبة الأغلبية هذا التواصل بدأ يفقد صفته الدينية وهناك عشرات من الرجال الديني المعروفين أو من المستوى الوسط وفما فوق هؤلاء وخاصة حتى هناك إذا شوف أعرض تصريحات لعدد من المراجع أيضا منهم الحيدري وأيضا محمد حسين فضل الله وأيضا عدد من الأسماء المعروفة من الشيعة يعتبرون أن ما يجري هو إساءة للمذهب الشيئي ويقدم صورة غير حقيقية للمذهب الشيئي وهذا كلام صحيح يعني لا نستطيع أن ننكره لكن هذا وشير إلى أن هذه المسألة وفقا للتعريف الذي طرحته أن ما يجري هو أمر يبدو ديني لكنه في الحقيقة هو طقسي وهناك الشعب يحاول أن يحتفل بنفسه ويريد التعبير عن نفسه إذا عدد هائل من السلطات والضغوطات السياسية وضغط الأحزاب وأيضا ضغط النخب الدينية والميليشيات التي تسيطر على الشارع وعلى عدد كبير الأماكن هذه كلها السلطات لم تتفاعل مع هذا الشعب ولم تقدم له ما يجعل طاقاته تنمو وتتفتح طبعا ليس لوما لجهة على حسابه لأن هذا واقع الواقع عادة يكون صعب إدارة شؤون الناس والشعوب ليست المسألة السهلة المفهومة المسألة لكن أنا أحاول الأرصة هذه المسألة التي أشيرها ويشنأ فيها البعض مثلا بعض الناس يتم موقف من الشيعة والشيعة أيضا يتم موقف من السنة السنة أيضا يتم مناسبات وتقوس معينة أيضا واحد يشنأ على الآخر لكن بحقيقة ما يجري هو مسألة تبدو دينية لكنها ليست فذلك طبعا كما أزعم أنا أطلب من الأصدقاء أن ينتقدون هذا الطرح ويجدون من يجد أنه فيه مبالغة أتمنى أن يقدموا لي ما يدعموا قولهم ويدحظوا نظريات أو فرضيات أنا رأيي بأنه هذا ليست بتقوس دينية تتخذ شكل الدين لكن والسبب هو ضغط السلطات والسبب الثاني هو أن النخب الشيعية الدينية خاصة راحت تنشغلوا بقضاياها الخاصة تحاول أن تحافظ على سلطتها ودينها الذي نشرته هذا همها الأكبر وتجاهلت ما يجري بين الناس أو بدأت تفقد سأوضح هذا بدأت تفقد السيطرة على ما يجري بقيت هذه السلطات متكلسة جامدة ما زالت تعيد النظر في نفس الكتب القديمة الصفراء وثقافتها أيضا بقيت محدودة وبدأت على الأكس تنهجر هذه الثقافة عندما أشاهد خطب الناس في المساجد والحسينيات وفي أماكن العامة أجد خطب ليست بالمستوى المعهود لرجال الدين وأحيانا بعضهم يعني يستخدم لغة عامية جدا لغة فيها نوع من السذاجة نوع من الشعبوية فيها سطحية هائلة فيها النشر للأساطير أنا رح أعزوها إلى الظاهرة التي تحدث عنها وهي أن ما يجري لا ألاغ له بالدين إلا شكله يتغطى بشكل الدين سواء عن طريق بطريقة واعية من قبل الناس أو غير واعية يتغطى بسقف الدين بقناع الدين لأن الدين هو الآمر الحاكم والمهيمن على الواقع ولأن هذا دين يرفض أي طريقة أخرى لأن يعبر فيها الناس عن رغباتهم وهواياتهم وحاجاتهم الخاصة ورغبتهم في أن يقدمون يعرفون عن أنفسهم بطريقة مختلفة عن السعاد كما نعرف أن هناك مسافة بين طبقة دينية وبين الناس عامة وأصلا هما طبقة دينية تسميهم بالعامة هناك نوع من التعالي على الناس وهذا مسألة معروفة أي طبقة كانت حتى سياسية لا بد من نخب موجودة داخل المسلم لكن مشكلة أن النخب في أيام الدولة الملكية أيام السبعينات والسيتينات هناك كان طبقة برجوازية من الطبقة الوسطى طبقة من المتعلمين المثقفين كان هناك وسط ثقافي هذا كله اختفى الآن وبقيت هناك فقط نخب دينية وهذا النخب الدينية في غالبيتها على مستوى ثقافي بسيط يعني الآن عندما نجد النخب الدينية الموجودة اللي أعمارهم أربعينات وخمسينات على مستوى بصراحة متواضع جدا يتعلق بالنخب الدينية لا التعرف بالستينات والسبعينات كانت أسماء منهم أحمد الوائل مثلا يقدم خطاب مقنع وفيه محاولة يعني عندما تشوف أحمد الوائل يتحدث عن العلم بطريقة فيها فيها منطق سليم يعني شوف الآن الكلام الذي يجري كل محاولة لإنكار العلم لتصدن العلم رفض الحداثة رفض الواقع الحديثة الذي وصلت إليه الناس رفض كل ما هو فيه دعوة لمعرفة العالم تقبل الأفكار العلمية المنهجية لكن على العكس من هذا تماما هناك رغبة شديدة في نشر الأساطير والخرافات اللي هي حتى غير محسوب على الدين نفسه بالمناسبة يعني لكن هذا الموجود هذا ما أسميه بتفريغ الذاكرة والرغبة بإعادة ملئها ماذا يعني بهذا المصطلح تفريغ الذاكرة في الحقيقة الناس يحاولون أن عندما جرت عملية تجريف للوعي للناس وتدمير كل إمكاناتهم التعبير عن نفسه وانتماء إلى نقابات وانتماء إلى إلى مراكز مراكز ثقافية كانت موجودة بكثرة الآن هاي كلها اختفت المسار اختفت اختفت النشاطات الفنية الرسم كل هاي الموسيقى حتى بالمدارس اختفت درس الفنون كلها اختفت ما بقى أي شيء أصبحت المدينة عرض أسواق لبيع المنتجات يعني يستهلكون وسيارات وبنايات حجرية أو من الطابق لا أكثر لن تجد هناك معلم معلم عمراني فني لا تجد هذه النصف فنية الناس يعيشونها بطريقة كأنما يعيشون في صحراء لكن مبنية من طابق يعني كأنما خيمة لكن خيمة من طابق فالتصحر موجود في النفوس وفي العقول حتى في مراكز البعوث وفي الجامعات التصحر ينتشر في كل مكان في مؤسسات الدولة في العقول تجد في المدارس في أنماط التفكير أخلاق الصحراء أخلاق يعني كل ما هو عكس هذا تجده الآن موجودا هذا كله أسمي تفريغ الذاكرة وهذه العملية جرت بطريقة فيها تخطيط واضح ومن قبل مجموعة من رجال الدين أشرفوا على هذا الموضوع وهناك أسماء انفلونسر يعني صار شغل إعلامي دعم إعلامي ودعم على مستوى التربوي وتغلغل في مؤسسات تربوية مؤسسات الدولة تغلغل في كل من في الشارع في المساجد هذا كله أدى في النهاية لتفريغ الذاكرة بشكل كامل وأصبحت الفلون هي مسألة معيبة وحرام ولا يجوز أن يعلن أحدهم أنه ألده حس جمالي أو حس فني أو أدى ميل إلى الثقافة أصبح كل من يميل إلى هذه الأمور يتهم بأنه من الكفر من المنبهرين بالغرب هذه التعبيرات بدأت تششيع داخل المجتمعاتنا هذا كله أدى إلى التفريغ الذاكرة أدى إلى محاولات وجود ملايين الناس إلى أن يحاولون إعادة تشكيل أنفسهم لا يمكن أن يبقى المجتمع بهذا بعداد بالملايين أن يبقون هكذا بدون بدون موجود ما يجعلون بأنفسهم بموجود كما يدعون بدون أحساس بوجود معنى لكن هذا كله أدى بالناس خاصة في العراق إلى إعادة محاولتهم لإعادة تشكيل أنفسهم ووفق قوائد انتماء جديدة لهذا نجد أنه في حالة هذا المجتمع في حالة انصهار والتوالد مستمر وترافقها رغبة هائلة في التجديد والتنوع والتعبير عن هوية جديدة مختلفة كليا عما سبق كما قلت جرت عملية تفريغ ومنهجة لكل ملمح ثقافي وإنساني جمالي وفني وهذا خلق ردة فعل عند الناس لبلغ هذا الفراغ الهائل الذي تركته تعاليم الدين علم الفقر انهم حققوا ما يريدون تخلصوا من كل مظاهر حداثة يعني عجموا هذا الامر ومنعوا احتكروا الشارع احتكروا الحياة بالكامل لكن كانت النتيجة ان الناس بدأت تمارس الدين لكن بطريقتها الخاصة بطريقة حتى رجال الدين لا يستطيعون الاعتراض عليها الدين كما قلت في احدا من الحلقات ان الدين وحش صعب ترويضه اذا اطلق له العنان يجب ان يتم ترويض الدين وانه فانه سيدمر كل شيء الدين فيه شهوة السلطة خاصة من رجال الدين عندما يجدون انه كل شيء تحت امرهم ويفعلون ما يشاءون هذا وباسم الله طبعا سي يعني يصحرون كل شيء كما قلت هذا شاهدنا شاهدنا امثل من هذا ايام طالبان لحد الان موجودة شوفوا ماذا يحصل في اوغانستان الناس في اوغانستان يهربون بكل طريقة ممكنة من هذا البلد لا دراسة النساء جالسات في البيوت يرتدينا هذا الشادور الافغاني يسمى الشادور اعتقد معرف هذا وكل شيء حتى العيون لا يمكن ان ترى عيون المرأة وضع كارثي بكل بكل ما في الكلمة من معنى فتجد كثير من الناس يهربون من افغانستان بكل طريق ايضا في ايران الهرب اعداد هائلة ذلك يوم شوفت حلقة يمكن استاذ صديقنا شعيب في قناته يقول ان عداد الايرانيين او تحول الايراني المسيحية عدد هائل واني شخصيا نعرف هذا الموضوع من زمان لكن ما عندي يعني اتفاجأت بانه العدد يصل الى هذا الحجم وهذا كله بسبب الضغط الديني المستمر وكما قلت الدين هو كان موجود وإلى حضوره وقوي في الاراق قبل 2003 كان هناك حضور لما تبقى من الدولة الحديثة في الاراق بالثمانينات والتسئينات وقبل سقوط 2003 هذا كان يسمع ببقاء مظاهر الحضارة والحضارة والمدنية اهلا من الناس كنا نروح يعني انا مهرجانات موسيقية مهرجانات سينمائية ايام سينما عدنا مسرح نشط عدنا يعني حياة سينماات موجودة يعني الصحافة فيها نوع من فيها احنا كنا ننشر قصائد وصراعات وتيارات شعرية ونختلف مع بعضنا ونسوى مؤتمرات هناك دأب وحياة ثقافية حقيقية لكن هذا كله عندما سقطت الدولة بقايا الدولة بفضل صدام مغامرات صدام التي لا تنتهي بعد احتلال الامريكا الاراق استلم رجال الدين الحكومة فبات فبات كل شيء امامهم متاحا ويتحكمون بكل شيء كما يشاءون لم تعد هناك معالم للدولة هم اصلا لا يطيقون شيء اسمه الدولة الحديثة فحققوا حلمهم اخيرا واصبحوا الدين والدولة تحت رحمتهم وبالتالي كل شيء وكما قلت ظهرت ظهرت الطقوس والاحتفالات بالعشرات الملايين في الاراق الان اصبحت تمارس نمط من الاحتفالات غريب ومختلف تماما عن المؤتات هذه علامة على ان الدين عندما يستشس ويهيمن على الحياة باكملها وعلى الدولة باكملها وعلى المجتمع باكملها هو يضر بنفسه اكثر ما يظن وهذا علامة على ان الدولة الحديثة العلمانية تحديدا هي اكبر ضمان لبقاء الدين ولعدم تحوله لشكل مختلف وسأوضح السبب وكيف يحدث هذا وبالتالي يقول ان القائد هي ان كلما انتشر الدين او كما يسمى الدين الصحيح بين القوسين وكلما انتشر هذا الدين الصحيح وهيمن كلما زادت مظاهر الانسحاب منه والتآمر عليه يعني يقولك مثلا تريد حجاب الحجاب المفروض على النساء جميعا تفضل البنات سيتحجب الكبار والصغار من البنات سيتحجبون حتى الامر الثلاث سنوات لكن هذا الحجاب بدلا من ان يكون هو اداة للفصل رح يصير اداة للوصل يعني انت وضعت الحجاب لك اوكي مدام يعني محرم علي الخروج السافرة وكما يسمونها عارية لاني يعتبرون غير محجبة عارية رجال الدين نوع من المبالغة الكبيرة اصبحت اصبحت الحجاب فريضة والحجج كثيرة بغض النظر عن الحجج حققوا ما يشاءون لكن ماذا حصل حصل ان اصبحت الحجاب هو وسيلة للوصل وليس للفصل والتحجب اصبح عن وسيلة الخروج والدخول في كل مكان ماذا تريد مني انا محجبة الذي يطلبه الدين بدأ يغير من طبيعته كما قلت انا كانت ادي رغبة شديدة بالانتقاد لكن انا بديت اشاهد ما يحدث احتفالات الناس وممارساتهم الدينية هي اكبر من الدين وتتسم بطابع الدين وان هذا الدين المنطقي او اللي يبدو عقلاني نوعا ما الذي ينشره رجال الدين المهترفين اصبح لا يكفي لاشباع رغبة الناس في التعبير عن حقهم في الاختلاف نعم الاختلاف وليس التماثل مع الخطاب السلطوي او النخبوي المهيمن الطقس او الشعيرة وسيلة يعبر فيها البشر عن علاقات القوة فيما بينهم علاقات التباعية ايضا هذا شنو معناه هذا معناه ان الدين والتدين ليس هم الاساس انما الطقس نفسه يقولون مثلا حتى اضرب مثال كيف ومثلا يقول الدين الرسمي ان المعراج او قصة المعراج او رواية المعراج هي ضرورية السعيد انه لم يتذكر في القرآن لكن من خلالها لا نستطيع التخلي عنها لان فيها شرعة فريضة الصلاة بالاصل اقول ان الصلاة هي موجودة بالاصل لكن ما هي الحقيقة الحقيقة كان الهدف الرجال الدين هو فقط ربطها بالدين الرسمي واعتبار بذلك ان الدين هو مصدر الصلاة وليس العكس يعني الصلاة اصل موجودة فما يحتاج انه تسوي القصة حتى تربطها مع الدين لكن هي هذه حتى يصير جزء من الدين الرسمي ودين الرسمي بعد ذلك هو الذي بدأ يرسم معالم الصلاة وعدد الركعات وما الى ذلك ويضع شروطه للصلاة الصحيحة هذه هي الحقيقة لكن انا في الواقع ارى الامور ليست هكذا انا ارى ان الطقوس هي مصدر الدين يعني في الاصل هناك الطقوس وبعد ذلك يأتي الدين لكي ينظم هذه المسألة ويحاول ان يضع لها تعليمات ويضع لها اسس وقواعد تحاول ان تضبط حركة هذه الطقوس وتنظمها ولا تتشتت بطريقة بطرق مختلفة ان يأتي كل واحد يمارس الطقس كما يشاء الطقوس هي اصلا موجودة اتى رجال الدين وبدأوا بتنظيمها بالاصل حتى الطقوس بالدين الاسلامي هي غير موجودة الدين الاسلامي من اقل الاجيان طقسية هناك فرائض ليس اكثر وطقس الحج هو اللي فيه جانب وطني واضح واضح انه هذا الطقس لم يكن مقتنع به الرسول ولا حتى عمر عمر نفسه قال هذا الحجر لا امم به لكني رأيت رسول الله يقبله فقبلته وحتى في ايام مكة نفسه عمر الخطاب قال احنا كنا نقبل حجر أنا ورسول رياء يعني كنا نرأي فيه قريش لا اكثر ولا اخر لكننا لا نؤمن به حتى في مكة كانت القبلة هي متوجهة الى إيليا أو أرشريم أو القدس اللي هي قبلة اليهود ولكن تغير الامر بالسنة الثانية بعد الهجرة الى الي يثرب وشاف الرسول بانه اليهود لم لم يعترفوا بدينه شيئاً يعني مثل الزعل وقرر تغيير القبلة والتغيير القبلة تم بقرار من الرسول بدليل آية القرآنية يقول قد نرى تقلب ودشك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها يعني احنا انت تريد الدور على قبلة جديدة فاحنا راح نقدم لك قبلة انت ترضاها وليس الله يعني ترضيك انت فبالتالي من قرر في النهاية القبلة هو الرسول الكريم نفسه الفكرة انا ما يهمني هذا الموضوع اللي يهمني انه الشعائر الدينية والطقوس الدينية كانت حاجة مطلوبة من قبل الناس وهي اصلاً هي موجودة يعني قدما تجد انه هنالك اوناس يطفون حول الكعبة واصلاً الكعبة موجودة لانها هي مكان للطواف قبل الاسلام فالاسلام كل ما فعله انه ابقى عليها ومنع مثلاً كانوا يطفون عراتاً في الكعبة والحك يعني من الحك حك العضاء التناسلية كما واحدة من التأويلات يعني اصل كلمة الحك او الحج والحجر الاسود كان نوعاً ما فيه فيه اشارات ومرموزات انثوية لانه كان عبارة عن قضي باعتقد طويل ابيض اللون والشكل الحجر الاسود عندما ترون ايضاً يماثل الشكل العضو الانثوي فيعني هي موجودة يعني ما فيها اشكالات لان كل الديانات هو الانسان الديانات تخص الانسان فبالانسان هو كأن ذكر وانثى فشي طبيعي يعني ليس بالامر المعيب ولا بالعكس لم توجد هذا الاشياء فلا يدل على ان الدين يتعلق بانسان المهم الفكرة انه الطقس الديني هو الاصل هو الذي يصنع الدين فبالتالي عندما تجد ان الطواف حول الكعبة على سبيل المثال والطواف حول كثير من اماكن الابادة في العالم في التاريخ هو الذي خلق الدين هو الذي اوجد الدين وبعد ذلك هو الذي اوجد التدين او التدين يعني الطقس تدين ثم دين الدين يأتي لكي ينظم العملية ويقوي الباب بالتالي بالنهاية احنا عدنا يصير دين مقبول من قبل الجماهير لكن عندما الدين يتغول ويسيطر ويهيمن على الجماهير بحيث الى درجة يشعرون بانهم متضايقين وغير قادرين على ان يمارسون حريتهم في التعبد والعبادة عند ذاك سيكون هناك نوع من التصادم مع الدين مع الدين الرسمي الذي وضع اصلا لكي يرضي العامة لكن الزمن يتغير والسلطات الناس الذين يشرفون على الطقس الدينية تصبح من القوة بحيث تخنق الناس وهذا الضغط على الناس او المتدينين او العابدين او التابعين لهذا الدين الذي اصبح رسميا تضاعف الضغط عندما يكون الرجل الدين والمؤسس الدينية هي التي تشرف على الناس وعلى الدولة وتسيطر على الجميع في رأيه حكم العلماني هو الحل الذي يسيطر على الدين ويضع لكل شي حدوده وتخسيماته الواضحة عندما نشاهد اي فيديو للجماهير وهي تحتفل او تمارس هذه الطقوس وشعار نجد ان هناك رغبة شديدة في الابداع وتغيير الماط الاحتفال التخصية هذا يتضح من شلال ظهور ممارسات مختلفة في كل مرة احيانا الشعب الطريفة جدا كل سنة حتى هناك بدأت فعاليات شبه مسرحية فيها حبكة فيها قصة فيها تأليف فيها شغل اغاني موجودة اصبح هناك ناسعتهم مهنة معينة في التقديم الاغاني طرعوا مطربين او مقرئين كما يسمون وهذا الظاهر راح اشير لها واعزوها كما قلت الى ظاهرة اختفاء اختفاء فرصة كل انسان ان يعبر عن ذاته وعن يعني مشاعره زال الحياة والعالم والكون بيكمله وردات فعله واحساسه بهذا الموضوع ومما يمنحه معنى لذاته ولكل شيء اوه بصراحة الانسان المفقود في العراق والدول الاسلامية عموما كما قلت لا مسرح لا سينما لا ثقافة لا مظاهر لا يوجد لا يمقى شيء سوى الدينان هذا الدين الدين الرسمي وكرة القدم واحنا يعني كما نعرف الدين كما قلت اشرتك اكثر مرة الندين عندما يسيطر فكل الجماليات تصبح محرمة ودليل على الكفر تغيير المدن اصبحت كما قلت اصبحت صحراء وكل صحراء بالضرورة فيها بشر لا بد ان تمتلي بطريقة او باخرى يعني عبر الشعر الغناء الحداء او الموسيقى او الفين او الرسم كما قلت لا بد بالنهاية من ملأ هذا الفرع يعني نشوف المواكب الآن راح اعرض لكم فيديوهات لمواكب هي يعني يعني يبدو هي عبارة عن مظاهر عزاء يبدو تبدو انه الشعب يعزي نفسه وكان ما هو في حالة عزاء مفتوح يومي ينعى فيها الاراقيون انفسهم ويعزونها كل واحد يعني يمشي يشعر يمشي وكانه في جنازة الموضوع هكذا كما قلت لا علاقة له بالدين ولا بالشعة كبذهب ولا حتى بالسنة ولا ايضا ما تبقى من المسيحيين هؤلاء كلهم بدأوا يشتركون في هذه الكرنبالات الدينية يعني واصبح اشبه باحتفال شعبي واجتماعي واحتفال العراقي الكل يشترك بانصحة يعني كما ترون حتى المسيحيين ما تبقى منهم يشاركون في هذه الطقوس طبعا كلها من معالم انسحاب الحياة والمعالم الان صارخ بالخروج منها وهذا اللي يسميها بالحداثة العكسية الحداثة العكسية انه بدلا من ان تتواغر في الحداثة وتشترك في الحالة النمو المستمرة في جميع الاصعاد عالميا جميع دول العالم الان تفكر كيف تطور نفسها تطور صناعاتها تطور مؤسساتها التعليمية تحاول ان تكون جزء من القطار الحداثة والتحديث والتقنية والتكنولوجيا المتطورة في العالم نحن حداثتنا اصبحت حداثة عكسية نسيره الى الخلف بدلا من ان نواصل الطريق الى الامام فنحن شعوب ودائما نحاول ان نبقى نسير عكس عكس ما ما يجب يعني المستقبل لا وجود المستقبل دائما نحاول ان نبقى ثابتين في مكاننا ولا نتقدم الى الامام بل دائما نحاول ان تبسك بما نحن عليه والبقاء داخله وهذا كله التي تبدو دينية لكنها في الحقيقة تحمل يعني ما هو اكبر من الدين واوسع بكثير والمشارة القوية اللي علي الورد يقول انه دائما مصيبة الشيعة او رجال الدين الشيعة انهم دائما يريدون كسب رضا العامة من الناس اما السنة في الاراغ فيقول دائما يريدون كسب رضا السلطة وهذا طبعا الكلام يبدو صحيحا لكن الحقيقة مددت كما يبدو اسوأ من هذا بكثير كما سنرى كما قلت ليس هدف الكلام عن الشيعة والسنة هدفي كما قلت نرصد هذه الظاهرة وهي ولادة هذا النمط الجديد من ردود الفئة الشعبية التي تتخذ غطاء الديني التضح هذا خاصة في العراق ومصر ودول اخرى تجد ميل هائل الى نحو اليمين الديني الاصولي سواء على المستوى الشيعي او السلفي او الاصولي السني هذا كل هذا الضغط اسفر عن ممارسات جديدة كليا غير محسوبة وبدت بالبداية على شكل طرائف وقفشات ومواقف غريبة من اشخاص عاديين ومعروفين يعني بعض ارضاع الكبير وما الى ذلك وقضايا عجيبة غريبة يعني مضاجعة الميت اشياء طلعوا اشياء من الكتب الدينية القديمة هؤلاء انتشر تقوالهم وتصرفاتهم على مواقع التواصل صارت طرائف كثير بهذا الموضوع السنوات يعني العشر سنين المضت لكن الان بدأت بعضين تتحجب ثم ترجع الى الهجاب يعني بعضين ثلاث مرات اربعة تتحجب وتبطل بعض الليها تقول انا عندي رغبة بالهجاب هي بدون هجاب وتتحدث عن ضرورة طاعة الرجل اكوها دمشورة ياسمين اعتقد اسمها مكياج صارخ ويعني كأنما لعابة او دمية وتتحدث عن هجاب وانا انا واجبي فقط ان ارضي الرجل وافعل ما يحلو له تطلع لك راقصة مثلا ترقص حتى الفجر وتقول انا استطيع افوت يوما واحدا دون ان اصلي صلاة الفجر وانها تؤديها كل يوم في فيه ايضا في فيه عبدة مثلا ايضا لديها تصريحاتها وهذا كله يشي بانه هناك سوق او طلب لهذه المزاعم لانه الناس يقول لك ما دام الناس يردون هذا الشيء فأنا اؤكد بانني اتحدث عن التزامي الديني وهذا الشيء مطلوب وهذا السوق هكذا السوق الشعبي المطلوب هو انك صحيح تمارس ما تمارس وتعتبر الذي تمارسه هو من الحرام او ضد تقاليد المجتمع لكنك تقول انا منخرط ضمن المجتمع واقروا واعترفوا بان هذه تقاليدة اصيلة وانا امارسها لكنه في الوقت نفسه يعيش حياته كما يشعر ويبدو هاي اللعبة يمارسها على جميع المستويات لكن ان يعيشون بوجهين يعني هذه الزواجية الشخصية اصبحت سمة غالبة النفاق العام اصبحت هو المعيار الاساسي وهذه كلها استجابات لواقع ضغط فيه الجانب الديني ضغطت فيه المؤسسات الدينية او رجال الدين على الحياة الى حد خانة وهو ايضا الخطورة الموضوع انه هذا يكشف عن محدودية العقل الديني الموروث وعدم استجابته لمتغيرات بل انا ارى استحالة ان يستجيب هذا العقل الديني للمتغيرات وهذا اللي شفناه خلال قرن ونصف يعني كل ما يمضي الزمن كل ما يزادون تشددا وتطرفا وتعصبا وعدم استدادهم لأي مراجعة بالعكس قبل مئة سنة كان هناك تقبل بان هناك حاجة للتغيير والدمج بين الحداثة والقديم والجديد يعني الاصالة والمعاصرة لكن حتى معاصرة الآن ما يردون فقط اصالة وخلص وبل من يتحدث عن الجمع بين الامرين الآن أصبح يعني يتختل ويحاول ان لا يعبر عن هذا الامر الرأي بان ما يحدث من احتفالات على شراء مثلا هي في الحقيقة احتفالات للتعبير عن المعارضة لكن معارضة لماذا قديما كانت هذه الاحتفالات والمسيرات كانت فيها نوع من التحدي للسلطة الصدامية وقبلها العثمانية نوع من الرفض لفض السلطة السلطات الحاكمة وكان الدين يعبر عن الثورة وحاجة الناس إلى التعبير عن احتجاجهم على ما يجري بحقهم الآن اختلف الأمر فكما قلت انها أصبحت معارضة لكل سلطة وفي مقدمتها رجال الدين ورجال المؤسسة الدينية نفسها والدليل أن جميع السلطات باتت تخشى مواجهة هذا البد الهائل للناس البعض يستغرب استمرار هذه الطقوس بسبب أن مسألة المظلومية انتهت يعني ما عادة هناك مظلومية للشيعة الآن هم في الحكم ومسيطرين ورجال الدين الذين انتخبوهم موجودين يعني يشتردون بعد أكثر من هذا انتركتوا مقاليد الحكم خلاص فما يحتاج أنه أنت تستعرض لهذا الحد مظلوميتك أنا برأيي الجواب هو لا عكس هذا أنا أعتقد أن المظلومية لم تنتهي بالعكس أن هذه المظلومية تضاعفت أكثر لأنه من من انتخبوها المذهب الذي هو كان من المفترض أن ينصرهم لم يقدم لهم ما كانوا يحلمون به بالتالي كانت تحولت هذه الطقوس من عامل الضغط على السلطة الصدامية قبل الحكمة الشيعية للإراء الآن أصبح الضغط يعني المذهب الشيعي هو متخصصة معارضة فقط فأنت عندما تأتي تصل إلى كما يقول علي ورد عندما يقول المعروفة يقول الشيعي عندما يصل إلى السلطة يصير سني فيبدو أنه النظام العقلي في مجتمعاتنا هو هكذا الشيعي دائما معارضة والسني هو الذي في سدة الحكم علينا أرى بأن المظلومية لم تنتهي هناك من يتحدث عن هذا الموضوع وسأريكم هذا الفيديو الذي تستطيعون أن ترون كيف يفسرون الأمور الشيعة أو المعنيين من إعلامين الشيعة كيف يفسرون هذه الأمور وأنا أرى لتفسيره بخاطئ خلن السماحين في زيارة العشب المحرم وشاهد مواكب التطبير البعض يعتقد أن التطبير هو شعيرة من الشعائر الحسينية وكثير من العلماء يعتبرونها ممارسة محرمة يعني أنا ما أريد أبرر لبعض العلماء الذين حللوها ولكن هي في فترات بعيدة كانت وبتفاوتة ممكن أن يكون التحليل في فترة معينة الشيعة الأقلية مضطحدين في أماكن معينة غير معروفون عالميا ممكن أن يدفتون نفسهم برسالة قاسية رسالة قوية يعني ممكن لكنه في هذه الفترة ما نحتاج إلى مثل هذه الرسائل يعني البعض يعتقد أن الرسالة من التطبير هو إرعاب للعدو ترعب بيش ترعب العدو هذا سابقا منك لا ترحب السيوف القامة الآن وأثبتت وجودك فما يحتاج أن تدز مثل هذه الرسائل السلبية الآن أنا أسأل السؤال إلى جميع المقبرين ومواكب التطبير ما هي الرسائل التي تريدون أن توصلونها إلى العالم من خلال هذه الممارسة تعولت الرسائل إلى رسائل سلبية الآن التطور مواتي حقوق الإنسان والنقل المباشر والعالم أصبح قرية صغيرة حدثون ينقل إلى كل العالم وشاهدون هاي المشاهد المرحبة أنت تترعب العالم هاي المرسائل هاي رسالة خاطئة الآن تتسع دائرة الرفض والتحريم من قبل العلماء لهذه الممارسة وحتى خطباء المنبر يتحدثون عن هذه الممارسة شلو الداعي إلى اتساحها شلو إضافة إلى أنه يجب أن تنحسر أو تنقل إن كان لابد من إقامتها من البعض والعناد بسبب إقامتها أن تنقل من العرومين ليش تنجسون الإمام الحسين والإمام العباس بالدم والناس لا تستطيع لا تصلي ولا تستطيع الزور اشتركوا في القناة لاحظوا هاي التعليقات مفيدة إن يعني هذا التعليق مهم يقول مساكين هذا رقص حسيني وتنفيس عن الضيم الذي في داخلهم واحد آخر يقول التقوص في طريقها لمغادرة العزاء الفلاسيكي الذي يقترن بالحزن ومظاهر الجزاء والرذم البطيء إلى جو الاستعراض والرذم السريع واحد آخر يقول التنفيس عن حياة بائسة وهذا تعليق مهم جدا يعني يعني بالصفة هذا الشبطة يعني جدا قريب إلى الأشياء اللي أتحدث عنها يقول الحبيبي عيوني هؤلاء يجب أن نسجحهم ويجب عدم التنكيل بهم لأن هذه التقوص جديدة وخارج عن سلطة الملالي والقادم تاريك فراغ معنا مع أن القادم أنه هؤلاء سمعرف يعني عندي رأي بأنه هذا راح يشكل نوع من ديانة جديدة أو مذهب جديد أو يعني لا تعرف لا أحد يتوقع المستقبل وتعليق العبدالحسين يقول هذا هؤلاء الشباب أغلبهم عاطل بلا مستقبل ينتهز أي حدث لجلد الذات بمشروعية مبررة هذا كلام دقيق جدا هذا اللي أتحدث عنه مشروعية مبررة هذا اللي أتحدث عنه وقلت أنه هناك انغلاق في مساحات الحرية مساحات الحرية ومساحات الحرام توسعة لأحد بعيد جدا وما عاد بإمكان سواء يجدون متنفسا داخل مساحة الحرية المتبقية الوحيدة وهي حرية ممارسة المقدس هذا أيضا تعليق مهم يقول سعادة غامرة بالفعل يعني هذه الاحتفالات الشاب ينفي بها ويشعر بالانتماء للآخرين ويمرسون نشاط يعني هو نشاط فني بشكل أو بآخر هذا التعليق آخر أيضا جميل يقول هي بابل سقطت بسبب الصراء بين عبادة مردوخ والإله السين ويبدو أن الإله السين انتصر طبعا هذه هي إشارة إلى الصراء بين بابل وأشور كان الإله السين كان هو لا آشور كان تعبد الله الإله آشور نفسه لكن بابل كان تعبد الله مردوخ وقبلها كان إله السين يقبط في حران وصار صراع بين الطرفين وصقطت بابل على يد كورش سنة 530 والإله السين كان هو نابو نعيد آخر ملوك بابل كان يعني لجأ إلى إله السين وبعد ذلك سافر إلى قيمة يعني قصة طويلة لكن يبدو هنا يشير إلى سراع بين الوسط والشمال هذا أيضا تعليق أيضا مهم يقول لو كان هناك مرجع يعرف الله لا أرجع أقول لهم بفتوى إلهية وقال أن هؤلاء يجهلون حقيقة وقضية الإمام الحسين ودعوة الإمام في كل زمن العاقلين الصابرين المهتسبين هو فيضبط هذا يمثل التعليق النموذج الكلاسيكي أو النموذج الرسمي للمرجعية الدينية والذي كما أشارت إلى تعليقات أخرى وأشارت إلى كلامي إلى أن هذه أيضا فيها نوع من التمرد على السلطات الموجودة سواء كان الدينية أو حكومية هذا أيضا تعليق مهم ويشير إلى حقيقة الأمور ليتر الطقوس يقول أن تتهذب كما يحدث في إسبانيا من دومة تمثل القديسين وموقف احتفالي يستمع السياع لمشاهدته أما السياع والمعنى فلا يفهم الناس منهما إلا نتفن فهل يعرف السويدي معنى عيد الفصح أو عيد العنصرة أو قيامة المسيح فهي ليست سواء أيام يخلط فيها الراحة يخلط فيها إلى الراحة بعد أيام عمل شاقة فالسويديون لا دينيون من نسبة 95% بالحقيقة هو هذا يعني هذه الممارسات هم عملية تنفيذ في التعليق الآخر للضغط الاجتماعي والاقتصادي الذي قد يتحول إلى ثورة فيدعوهم نجلة تقول لطم أو استمروا باللطم الفكرة أنه الناس المشاركين في هذه الاحتفالات أو الطقوس غالبا لا يعرفون موضوع عموم الناس تقريبا لا يعرفون قبائل الدينية وتفاصيلها لهذا هذا هو الواسع بين الطبقة الدينية المهيمنة والجمهور الناس عموما يعني دائما يخلي العلاقة مرتبكة بين الطرفين وأيضا في كثير من أحيان الطبقة الدينية تصبح محكومة برغبات وأمزجة الناس عموما طبعا صديقي كريم النجار أعتقد هو نفس أو لا معروف بس يقول ديسكو السيد هذا مسبوح بكل أنواع الكريستال وحبوب الهلوسة وحتى حبوب ماء الحمل يعني تعليق ساخر مضحك كمان المرجعية الدينية صامتة لا تستطيع أن تتحدث مثلا المرجعية مرة قبل فترة بعيدة قالوا أنه التطبير مثلا أو ضرب الجسد أو إذاءة أو إسالة الدم فهو مسألة مرفوضة وأعتقد واحد منهم تم قتله أو اختيال أعتقد واحد من رجال الدين آية الله روجردي أعتقد تم اختياله لأنه رفض التطبير أو أفتع بحرمتها لكن ما أذكر بالضبط يعني شخص من مشهور أنا أختصر الموضوع أقول أنه الذي يحدث في العلاق هي الطقوس فعلا فأنا أقول لا أهلا نظلم الناس بالتحديد أن ما يفعلون هو طقوس لأننا نضيق في هذه الحالة مساحة الفهم يعني هذا كلام موجع إلى من ينتقد هذه الطقوس وكل أنواع الطقوس سواء في العلاق أو في أماكن أخرى يعني مفهوم الطقوس تعتبره ضيق جدا لا يصف ما يجري بالضبط لا الطقوس ولا الشعاع الأمر أكبر من هذا بكثير ويجب أن ننفتح على فهم ما يجري بشكل مختلف وإضفاء كلمة الطقوس يحدد فهمنا لما يجري فالأفضل أن لا تسمى الطقوس بل هي ليست الطقوس هي احتفالات والشعب يريد أن يعبر عن نفسه وعن إحساسه بالانتماء إلى بعضه وإحساسه بالرغبة بالاحتجاج على السلطات الحاكمة أيًا كانت ما هو الدليل الدليل عندما نشوف احتفالات شيعة إيران مختلفة عن احتفالات شيعة العراق وحتى هذا أدى لتفسير مختلف لا هذا معناها أن هناك مؤامرة إيرانية على العراقين هذه المؤامرة هي هدف المزيد من الجهل والتجهيل العراقيين وهدف السيطرة عليهم بعد ذلك الحقيقة أنا أعتقد أن طبيعة الشعبين الشعب العراقي يشعر ضيم ويشعر أنه خدأ وتم استغلال من قبل القوى الحاكمة أي أن كانت وهذا الشعار الذي يقوم بها هو حيلة المظلوم وبالفعل الشعب العراقي الآن مظلوم قاعدت ما تروع على دول خاصة المدن جنوب العراق وسط العراق يعني لا خدمات لم يقدموا لهم أي شيء وهذا بمناسبة الرجال الدين عندما يتعكمون بالدول وهذا الدين ما بي خدمات يعني وقال أنا ما عندي الفقه كل الفقه بأكمنة والعقائد بأكمنة لا يوجد شيء اسمها تقديم خدمات لا يوجد شيء اسمها دولة حديثة وزارات خدمات صحية تربوية تربية وتعليم بناء مأمار علاقات دول هاي كلها أشياء ما موجودة بالدين يعني أصلا فالدين يعني كمانظومة بأكملة ما موجودة بالتالي عندما يتصلط ويتحكم ما يقدم لك شيء تريده وحتى عندما يقدم لك يقدم لك هياء بطريقة هو يفكر بمؤسسة دينية وبحضورها الديني فلا يستطيع أن يكون تكنقراط يعني أو يكون سياسيا معاصرا ما يقدر يعني يعني هي هاي امكاناتها فبالتالي هو لا يقدم هذا الشيء يبقى الشعوب التي تخضى على حكم ديني تبقى في حالة يرثى لها ولن يعود أمامها سوى الفساد وسوى الخروج في احتفالات وشعائر يفترض أنها يعني تحدث بتوجيه بالرجال الدين لكن كما يبدو أن الرجال الدين من هذا الأمر أكثر مما يعني هم فريحين به فالدليل أيضا كما عندما يشون احتفالات شعة إيران مختلف ما أعتم هذا الشيء وممكن سأراويكم فالكلام عن احتفالات شعة إيران بعض من الإيرانيين بدأوا يأتون إلى الإراق ممن يرغبون باحتفال بطريقة فيها عنف فيها بعض يطين راسه بعض يطبر بالسكاكين أو يضرب زنجيل على ظهره يشوفون المشاهد هؤلاء دليل الآخر الذي يوضح كلامي بأن الاحتفال الإراقي كما قلت أو أشرت لا ينال رضا رجال الدين الشعاء نهائيا بل أنهم باتوا يشعرون أن الأمور خرجت عن نطاق السيطرة الدليل الآخر الثالث أو الرابع أن الاحتفالات الشعية بدأت تفرز ما يشبه مذاهب جديدة مختلفة كليا عن ما انطلقت منه وراء أرى أن هذا طبيعي فما كان يعتبر مواكب خاصة بكل منطقة ومدينة باتت هذه المواكب تتنوع وتتنخذ أشكال مختلفة لم تعد مواكب بشكل معين أصبحت كل مدينة وكل منطقة لديها مواكب تؤدي احتفالها بطريقة مختلفة عن أخرى وهناك نوع من التسابق بين المواكب وآخر بالملابس بالعروض بالاستخدام الجمال الحصين وما إلى ذلك وحتى حيانا قدمون فعاليات منوعة فأصبح نوع من التسابق بما بينهم هذا كله يعبر عن هذه الشباب لأن يعبروها من خلال هاي النافذة والطقوس الدينية والاحتفال الديني إبي الحسين والأمة يمررون من خلالها كل ما لديهم وبالأصل هو بالأصل الإيمان الديني هو هاي طبيعته بالأصل هو الإيمان الديني موجود لأنك من خلاله تستطيع أن تشعر بالانتماء ولكن الرجال الديني الآن الذين هيمنوا على الحكم في العراق أصبحت المسافة بينهم وبين الناس كبيرة جدا بحيث باتت الناس لا تشعر بأنهم يمثلونهم فبالتالي أصبحت الاحتفالات الدينية وليدت حاجة الناس ولا يمكن يسيطر عليها الرجال الدين دليل آخر أن خطباء المنابر هو من رجال الدين الصغار يعني هؤلاء الشباب خاصة باتوا يقدمون خطابا دينيا مختلفا تماما عن خطاب الشيء وحتى الخطاب السني وكل الخطاب الديني أيا كان نوعه فممكن يشوفون هذا واحدة من أتهم يعني كنموذة بسيط عن أنديريا غاندي وعلاقتها بقضية الإمام الحسين هذه أنديريا غاندي رئيسة وزراء الهند هذه المرأة عندما اتهمت بتهمة الخيانة العمى والمفروض هذه التهمة عقوبتها لإعدام شنقا حتى الموت المرأة بعد ما باقت بها السبل والدنيا كشرت لبأنيابها سوت راحة الواحد من علماء الشيعة الإمامية قالت تعال انتم الشيعة الإمامية إذا وحدكم تضايق والدنيا كشرت لبأنيابة وين ينطوجها قالها ما عدنا بس باب واحد بس طريق واحد شسمة قالت للحسين قال هذا الحسين ما لكم إذا خلصني وقلعني من الإعدام أنا أسوي للمجالس في قصري وهي رئيسة وزراء الهند وعلى ديانة غير الديانة الإسلامية وعلى ديانة غير الديانة الإسلامية اشتعتقد يعني إمامك ما يسويها فشلة سواها الحسين طلعوها براعة يقول لك إذا جاء شهر المحرم أنديريا غاندي تعقد مجالس في قصرها وتأتي بالخطيبة الشيعي طلع خطباء يكون قصص عجيبة غريبة ويأخذون راعاتهم كأنما ما لهم علاقة بالدين أو يجيب لك أنا أسماء فاطمة وزهراء وعمر وعائشة وعلي ويسوي لك هاي الخلطة لكني بالقضية فالشيء ما لا علاقة مثل جماعة السيدة ساينز يجيب لك الكوانتم على النظرية النسبية على كذا ويخبطها بالماتريكس بالكوكب نبتون وما إلى ذلك يعني يسوي لك خلطة تبدو هي مضبوطة من مكونة من قوانين فيزياء والألم لكنها هي خلطة السحرية ما لها علاقة بالعلم على الاطلاق فالآن الخلطة التي يقدمها رجال دين الشباب الآن في المنابر الشيئية خاصة هؤلاء الخطباء يقدمون خلطة أيضا من هذا النوع خلطة على الدين الرسمي على الرموز الدينية المعروفة لأمة الصحابة التابعين يسوي لك خلطة بعد ذلك يخبطها إليك ويجيب لك آدم وحواء وكيف نزلوا من الجنة يسوي لك قصة حلوة الناس تسمحها ويستمتعون بها أيضا منظومة الرموز الشيئة كما قلت هي أصبحت تحولت في الشدة فلم تعد هي نفسها الأسماء الكبيرة ما زالت موجودة لكنها تنوعت وابتعدت كثيرا عن أصولها التاريخ بل وحتى الدينية هذا هنا يتضح من خلال هذا شون يتضح يتضح من خلال ظهور حاجة جديدة وشديدة لأولياء جدد وأمة ومراقد في كل مكان يعني حتى تطلع مراقد خضروات بنت الحسن وهذه اسمها علوية خضروات أعتقد أسماء غريبة يعني المراقد موجودة في كل مكان واحد مرات يجيب له حمود كهرباء يحول إلى مكان مقدس واحد يجيب له مثلا تراكتور قديم يحول إلى مكان مقدس بعض الأغنام واحد يطلع للصينية كما ترون عزرين على التفزي بدين سلمان بدين سلمان من أهالي بسر على دين التهيط وخف النجا يعني هذه القضايا كلها بدأت منظومة الرموز بدأت تختلف يبدو أن التقنيات الحديثة أيضا سلبت من رجال الدين أغلب مميزاتهم قديمة يعني ما عادوا رجال الدين يحتكرون ما يسمى العلم ولا يحتكرون فن رواية حكايات الصحابة والأنبياء هذا أصبح أمرا فيه منافسة شديدة كثيرون دخلوا في حلبة المنافسة وبسبب تقنيات الحديثة وتوفر موبايل بيت كل شاب صغيرا كان أو كبيرا أيضا عندما دليل آخر نصوت باسم الكراء الكربلاء مشهور جدا هذا ما عاد صوت يعني داعم هو بالأصل صوت داعم للمؤسسة الدينية ونوع من يعني لدي دور إعلاني ودعائي للمؤسسات الدينية الرسمية وغير حتى الشبه الرسمية لكن الآن أصبح كما يبدو هو دين لوحدها يعني أستقل لحاله وأعتقد ما يحتاج وهو بحد ذاته وما يحتاج أن يقلل عن دين هذا الدين الجديد هو بحد ذاته يبقى كما هو هو هذا حد ذاته هو دين ومؤتقد خاص لوحده كما قلت قديما كان رجال دين يسيطرون على مساحة الوعي الشعبي ويصنعونه ويقولبونه ويطبخونه ويعجنونه كما يشاءون الآن أصبحت كما أيضا مصادر الدين كثيرة جدا وهذا بحث آخر مختلف كليا سأتطلق له لاحقا لكن آنست أعطي نبضة سريعة منه مصادر الدين ماذا أقصد بمصادر الدين أقصد أن مفهوم الدين هو الآخر اختلف جردليا ونوعيا وكميا لم يعد الدين بسبب انتشار نظم التصال الحديث والموبايات الذكية طبعا لم يعد الدين هو الدين التقليدي المعروف إنما أصبحت تنالك فرصة كبيرة لأنواع أخرى من الدين الاحتفالات التي يمارسها العراقيين الآن وأعتقد ستتواجد أيضا احتفالات من هذا النوع في دول أخرى كثيرة إسلامية حتى السنية خاصة هذه راح تطلع لنا أشكال جديدة من الأديان الصحيح هي تأخذ طابع الأديان القديمة لكن ستتسم بأشياء مختلفة لا يستطيع حتى رجال الدين مواجهتها بدليل أنه الاحتفالات الدينية الآن أو التقوص الدينية العراقية الشيئية لا يخشى رجال الدين الاعتراض عليها وهما مأترضون يعني مع الكل يأرف أنهم مأترضون لكنهم يخافون من التعبير عن هذا الأمر البعض عبروا عن هذا الأمر وواجهوا يعني ردة فعل كبيرة جدا الآن يعني شيء آخر كلات القدمة الآن ممكن نعتبرها أكبر دين بشري يعني الأديان جميعا لم تستطع أن تفوز بعدد مماثل من التابعين ومن المؤمنين المخلصين بهذا الدين كلات القدمة الآن يعني عدد عشاق أربعة مليارات مثلا أكثر من أي دين فهذا أمر يجب أن لا يفوت أيضا هناك مصدر آخر لذين مختلف يتمثل بالميليشيات هذه هي في رأي ليست كابعة تماما لحكام إيران كما يقال صحيح هي ملتزمة دينيا لكنها بالضرورة غير محسوبة على المؤسسات الرسمية العراقية طبعا سواء العراقية وحتى الإيرانية هي محسوبة عن طريق زعمائها وهذا أغلبهم مرتبطين بحكم بهذه المؤسسات بحكم الميليشيات بحكم السياسة وليس الدين يعني هذا شيء أنا أزعمه من قبل يعني بحاجة للتثبت أنا أقصد أنه الزعماء الميليشيات هم مرتبطين بالمؤسسات الرسمية لكنهم في الأصل هم من طبقة الناس العاديين ويشاركون في احتفالاتهم أيضا نقدر نسميه هذا الاحتفالات تعبر عن شبكات القوة يعني هناك مفهوم علاقات القوة عند فوكو أنا أقول لا هي مو علاقات القوة الأمر يتعلق بالشبكات القوة هاي المظاهر كلها اللي يشوفها الاحتفالات الدينية والطقوس الموجودة اللي يشاركون بها أحيانا 25 مليون نسمة هاي تعبر عن شبكات القوة لهذه الجماعات الأعداد الهائلة من الناس ما عاد مفهوم علاقات القوة كافية برأيه ليوصف ما يجري لأن الأمر يعني خرج تقريبا عن نطاق خيمنة القوة التقليدية في عصر يعني القوة التقليدية اللي كانت موجودة في عصر ما قبل السمارتفون مجرد مشاهدة هاي الملايين هؤلاء وهم يزورون المراقب على التلفزيون أو في الوقت يعني حضور حي داخل هاي الجماعات هو يكفي ويوضع حجم الورطة اللي يجد فيها رجال الدين الآن التقليدين أنفسهم فيها شيعة وسنة طبعا اللي يعني بأنهم مرجعية دينية بأسسها التشريعية والدينية وبكل مقدساتها باتت أصغرة مما يجري وبعد ما يجري يعني أصبح نهر دافق أو بحر دافق يفيض على كل شيء لا يمكن أن يواجه أكبر رجل دين هذا أمر مخيف جدا بصراحة يعني ويندر بمستقبل غير مستقر هذا التساءل حلو من صديق أيضا دكتور علي الكاظمي يقول إذا كانت الشعار الحسينية ترعب الأنظمة الفاسدة فلماذا لا يخاف منها هذا النظام وتتم على العكس برعايته ودعمه ومشاركته طبعا هذا الجواب واحد من التعليقات يقول أنه هذا يخافون من الشعارات التي فيها دعوة إلى الوقوف ضد الظلم وضلم ضد زمرة الفساد الدينية الحاكمة فيقول هذه الكاميرات التلفزيونية التابعة لقناة كربلاء الحسينية يعني تحاول أن لا تصور هذه المشاهد وتبعت كاميراتها عن هذا النقل التلفزيوني الحي طبعا نرى هذه الشعارات التي في التعليقات واضحة حزم الثورة ضد الظلم لكن هي توحي بأن مسألة الشعارة الحسينية هي ليس مسألة مسألة دينية فقط إنما محملة بكثير من الأزمات والمخاوف والاحتزاجات التي تعتمل في نفس الأراقيين المسألة أكبر من موضوع الدين أو الدين بحذاته هو ملجأ للإنسان لكي يعبر من خلاله عن رغباته وطموحاته ومخاوفه وكل شيء وعبارة ماركس في هذا صدد مشهوره طبعا هناك أراء مختلفة البعض يقول هذا علي الخليفة يقول مختصر مفيد الشعار لا ترعب ولا ترهب الشعار واللقم والنياح وتعذيب النفس هو تفريغ لمعاناة الشعب وهو قهر النفس بقبول الواقع المر لأنه ناقص الإرادة ولا يستطيع تغيير الواقع والتعليق الآخر يقول حسين هو سلاح ذو حدين فهو عند الأحرار ثورة الحكام المستبدين بالظالمين وعند الحكام الظالمين طقوس وشعائرة لإلهاء الشعوب المغيبة عن المطالبة بحقوقها المسلومة طبعا هنا الصديق رياضي علي قال ومن قال أن السلطة الحاكمة الدينية هي التي بالأصل الدينية من قال أنها لا تخشى هذه الشعار فقال أن كل طاغية ومجرمة وفاسد يخشى ذكر ثورة الحسين حتى لو كان هو أيضا الشعيين فالدكتور علي فاغمي قال أين الخوف الآن التسائل لا يبدو أن هناك خوف من قبل السلطة الحاكمة رياضي علي قال صدقني كل فاسد يخشى مبادل حسين طبعا هناك صديق فرسات قال أنت لفرحان ثورة حسين أنه الحسين هو خرج رياحكم ولو حكم كان مثل غيره عموما هذا يعني البعض يعود إلى سيرة يعني الرجل حياته تقريبا عاش 56 سنة يعني معظم 6 سنوات أو 8 في حياة الرسول لكن ما عنده ذكر يعني الشخص موجود لكن لا أحد يعرف عن تفاصيل حياتي إلا يوم أو الأيام الأخيرة من حياته وبعض الأحداث عندما شارك معه في معركة الجمل وأيضا شارك في غزوة طبرستان ويقال أيضا شارك في غزوة شمال أفريقيا ولكن أكثر من هذا لا نعرف عنه شيئا يعني شيئا ممكن أن يذكر حياته فيها نوع من الغموم سمعنا فقط أنه الأخبار تقول أنه تزوج من أمرأ وأخرى وأخرى ليس أكثر من هذا لكن فجأة نجد أن هناك سيرة رواها أبو مخنف ولأول مرة تكتب في وثقها الطبري بتاريخ الطبري يعني نهاية القرن الثالث الهجري أو بداية الرابع بعد الأحداث بحلول 150 أو 200 سنة أو أكثر 250 سنة فما تعرف يعني هذه الأحداث أيضا رؤية فترة متأخرة جدا وهذا كل المعروف هي أحداث خروج الحسين من المدينة واتجاه نحو الكوفة وفي الطريق كان بلاء واجه عبيد الله بن زياد وجلت المعركة بعد حاول الحسين ينهي المسألة وقال أنني يعني يقال أنه مستعد أن يذهب إلى دمشق للمبايعة لكن عبيد الله بن زياد ارتأ قال لا تبايني هنا في هذا المكان وجرت المزبحة التي سقط فيها آل بيت الرسول وهي مزبحة جرحة دامي بتاريخ شعوبنا العربية الإسلامية ما زالت حتى يومنا هذا الفكرة أنه مما قيل عن أحداث وشخصية الأمام الحسين وأنه حتى لو كان قد حتى دكتور علي كاظمي أيضا عند تساؤل قال طبعا حتى دكتور علي كاظمي في تنزيل آخر أو في بوست آخر قال بأن الحسين لو لو افترضنا أن الحسين انتصر في هذه المعركة وتمكن من أن يصير هو الخليفة فما كان يمكن أن يكون يكون خلفائه أو أبنائه أو ورسته فكان يعني يشير بأن المسألة لن تختلف وأن الحسين سيكون أولاده هم خلفاء وتتكرر سيرة خلفاء ملكية واستغلال المناصب وبالتالي هذا الحكوم لن يمنح العدالة للناس ولا يمنح الحريات وهذا ما أمر يعني هذا التساؤل من رأي لا حاجة له لأنه هي الفكرة الآن الواقع للشباب العراقيين ولا يهم هو تفاصيل ما حدث في القديمة هو يهم بأن هذا بالنسبة إلى رمز كبير يكتب حوله ويعتمد عليه ويعتبر أنه يمثله ويمثل كل ما يطمع إلى يطمع إلى التخلص من الظلم استردال حقوقها فبالتالي يصبها في قصة الحسين وقضية استشهادة وهكذا المتدين عموما بخاصة السنة أو أي دين بشكل عام له رموزه له طقوسه والإنسان يضخف فيها مخاوفه كذلك لا 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 نشح يوم نشح بsur لا نشح 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 ب